موسيقى أيها سيد الرب يسوع المسيح ابن الله الحي الأزلي الكائن في النور قبل كل الدهور نور من نور أنر يا رب عقولنا وقلوبنا وأضع أفهامنا لنفهم كلامك المحي وأقمنا من ظلمة الخطية القاتلة للنفس وجعلنا مستحقين أن نكون مستقيمين في عمل الخير والصلاح وفي وقت مجيئك الثاني المرهوب لتدين فيه العالم فلنستحق سماع ذلك الصوت المملوء فرحا وبهجة وعزاء وصرورا ونعيما من فمك الإله القائل تعالوا إلي يا مبارك أبي رسو الملك المعد لكم من قبل إنشاء العالم نعم أيها الرب إلهنا وفقنا أن نكون في ذلك اليوم وتلك الساعة بغير خوف ولا عيب ولا انزعاج ولا سقوط ولا انحراف ولا تؤخذنا يا رب بقصرة أسامنا اصفح يا رب عن جميع سيئاتنا وزلاتنا وغلطاتنا وهفواتنا وارفع يا رب عننا وعن جميع العالم الموت والغلاء والوباء والفناء والجلاء وسيف الأعداء ومؤامرة الشياطين وشر الحريق والغرق ومقاومة الأشرار وكيد الفجار وجور الحكام وابطل مؤامرة المعاندين لنا اللهم أنك ربنا وإلهنا تراءف علينا ولا تطرحنا في بحار المهالك ولا عقاب المسالك لكن نجنا واحفظنا واسترنا وانهضنا من الملل والضجر والتواني والكسل ولا تدع العدو الشيطان يضغينا واسع الأمل بل نبه عقولنا وإيقظ قلوبنا من نوم الغفلة وتسويف العمر باطلا اللهم أترك آثامنا واصفح عن زلاتنا ولا تذكر خطيانا ولا سيئاتنا ولا تغضب علينا ولا يضم غضبك إلى الأبد أرحمنا يا رب ثم أرحمنا فإننا ضعفاء ومساكين وفي بحار الخطايا الغارقين فإليك نصرخ ولك نسجد وبك نعترف وإليك نطلب لا تقطع رجائنا يا سيدي من رحمتك ولا تغلق باب رحمتك في وجوهنا بل بفضلك خلصنا وإلى رحمتك وفقنا وصوتك الفرح اسمعنا اللهم طهرنا وطهر قلوبنا من الأفقار الخبيثة النجسة الرضية ابطل عنا يا رب عن شعبك كل الأحلام والخيالات والهواجس الشيطانية أقمنا يا الله من كل سقطة وبلية سبت فينا يا الله الصبر والرجاء والمحبة والإيمان الأرثزوكسي واحسبنا من خرافك اليمينية واجلسنا مع الذين يتكؤون في وليمتك السمائية واغفر لنا كل اسم وزنب وخطية حصنا بحصن جنود ملائكتك النورانية فإنه ليس لنا خلاص إلا برحمتك واتكلنا عليك وإيمان بك ورجعنا فيك اقبل منا يا رب دعائنا في هذا الوقت الحاضر وكل الأوقات وكل الذين أمرونا وأوصونا أن نذكرهم في الصلوات والقداسات والقنادير والتسكارات الأحياء منهم والأموات اذكرنا يا رب نحن وإياهم بالصالحات في أوروشاليم السمائية في ملكوت السماوات امحي يا رب سيئاتنا أما الذين أسأوا إلينا فاترك لهم ولنا برحمتك يا رب خلص نفوسنا أجمعين يا رب خلص شعبك بارك ميراسك ارعاهم ورفعهم إلى الأبد خلص الذين في الشدائد والضيقات والأحزان حل المأسورين من رباط الشياطين اشبع الجياع من الخيرات عزي صغير القلوب والنفوس أقم الساقطين سبت القائمين رد الضالين عولي الأرامل والأيتام اسعى في المعوزين اعطي بركة لسمار الأرض اعتدالا طيبا للهواء نموا للأشجار صعودا كاملا لمياه الأنهار بارك في الندى والأمطار اعطي قناع للمحتاجين أوفي عن المديونين اجمع شتات المتفرقين اقبل توبة التائبين اقبل اعتراف المعترفين اعطي فهما للموعوزين احكم يا رب للمظلومين املأ قلوبنا فرحا وبهجة وعزاء وصرورا ونعيما لكيما إذا نلنا كفافنا في كل شيء نزداد في الأعمال الصالحة المرضية بارك يا رب في الغلات بالبركات السمائية بارك يا رب اكليل هذه السنة بصلاحك بارك يا رب للبازر والزارع والغارس والحاصد كما باركت لبني إسرائيل في غلات العام السادس بارك يا رب في اجتماعنا هذا وكل اجتماع الشعوب الأرثوزوكسيين واحفظ لنا وعلينا حياة وقيام أبينا السيد الآب البطريارك الباب الأنبط ودروس الثاني بطريارك هذا الزمان خلصه يا رب وخل الشعبه من جميع البلايا والتجارب والأحزان وكذلك شركاءه في الخدمة الرسولية أبائنا المطارق اذكر رب أبينا الأسقف المكرم الأنبا سيرابيون وسائر الأباء الأساقفة وأبائنا القمامسة أبائنا القصوص وإخوتنا الشمامسة أبائنا الرهبان وإخوتنا العلمانيين والذين أتوا وحضروا واشتركوا معنا في هذه الصلاة وكل صلوات الأرثزوكسيين الآن طالبين مغفرة خطاياهم ورحمة لنفوسهم باركنا وباركهم حاللنا وحاللهم اغفر خطيانا وخطياهم الماضية والمستأنفة الزاتية وغير الزاتية الليلية والنهارية الظاهرة والخفية أدم يا رب وعمار المجامع والكنائس المقدسة والبراري الأرثزوكسية والشيوخ الساكنين فيها وخدامها ومدبريها ومن بها واجعل الأمن والسلام والمحبة والطمأنين بينهم وإقضى العدو الشريج تحت أقدامنا وأقدامهم ولا تجعل له فينا ولا فيهم نصيبا لا بضربة شمال ولا بضربة يمين واحفظهم بيدك العالية وزراعك الحصينة نجنا يا سيدي من التجارب الرضيئة والأشراك المنصوبة المرئية وغير المرئية اذكر يا رب آباءنا وأمهاتنا وأخوتنا وأهلنا وأقاربنا ومعلمينا وأولادنا الروحيين والجسديين وسائر بني المعمودية أجمعين اذكر يا رب الذين أكلنا وشربنا من كدهم وتعبهم وأوونا في منازلهم وأعطونا من أيديهم عوضهم يا رب عوض الفانيات بالباقيات والأرضيات بالسمائيات املأ بيوتهم ومخازنهم من كل الخيرات عوضهم يا رب عوض الواحد سلسين وستين وماء وغفران خطياهم في ملكوت السماوات اذكر يا رب الذين أحسنوا إلينا وإلى إخوتنا المساكين بجميع وجوه الحسنات محبة فيك وإقراما لإسمك القدوس باركهم اذكر يا رب المهتمين بالصعائد والقرابين والمحرقات والخمر والزيت والبقور والبقور والسطور والنزور وكتبوا القراءة وكل أواني المسبح جميعا عوضهم يا رب عن عطياهم بغفران خطياهم وهب لهم في هذا الظهر الحاضر الحياة الهنية وفي الظهر الآتي الحياة الأبدية اذكر يا رب آبائنا وإخواتنا الذين سبقوا فرقدوا وتنيحوا في الإيمان المستقيم نيح يا رب نفوسهم أجمعين في أحضان آبائنا القديسين إبراهيم وإسحاق ويعقوب في كورة الأحياء في فردوس النعيم أما نحن الأحياء فأعن على خلاص نفوسنا ودبر حياتنا حسب إردتك الصالحة تفضل يا رب أسكر حقارتي وزلي وضعفي أنا الخاطي الشقي غير المستحق الوقوف بين يديك من أجل قسرة خطياي وزنوبي لا ترزلني أقم يا رب قرن خضاة شعبك بإشارة صليبك المحي فرجك يا رب عند الشدة وعونك عند القرب والزلة خلصنا يا رب وخلص كل من في شدة مرض شعبك اش فيهم اجعل يا رب وشعبك المسيحيين الحاضرين معنا والغائبين عنا أن يكونوا مباركين محاللين من فمك الإلهي من مشارق الشمس إلى مغاربها ومن الشمال إلى اليمين اقبلنا إليك كما قبلت اللص اليمين وأنت على خشبة الصليب ووهبت له فردوس النعيم اذكر يا رب الأيتام والأرامل والمنقطعين والعاجزين والذين ليس لهم أحد يذكرهم اذكرنا يا رب نحن وإياهم في أرشاليم السمائية اذكر يا رب القائمين والقاعدين والراقدين والمطروحين والمسافرين في البر والبحر والهواء والسهل والوعر والأودية والطرقات ورؤوس الجبال والتلال والمغائر والذين في المطابق والسجون والذين في السبي والنفي والمأسورين والمربوطين برباط الصلاطين والشياطين ردهم وأتي بهم جميعا إلى الميناء سالمين غانمين كاسبين رابحين معافي النفس والجسد والروح واجعل يا رب يسوع المسيح صلاة نهازي أن تكون مقبولة أمامك بغير رياء ولا كبرياء ولا عظمة ولا افتخار ولا عيب أعنى يا الله على رضاك أعنى على العمل بصياك أعنى على سقارات الموت وما قبل الموت وما بعد الموت لأنك أنت إله صالح طويل الروح كسير الرحمة والتحنن اللهم اجعل باب كنيستك مفتوح أمام وجهنا على ممر الظهور والأزمان وإلى آخر كل زمان ارحمنا يا الله عظيم رحمتك بشفاعة ذات الشفاعات معدن الطهر والجود والبركات سيدتنا كلنا وفخر جنسنا العزراء البتول الزكية مريم والشهيد المقرم ماري مرقص الإنجيل الرسول كاروز الديارة المصرية وكفة الملائكة والآباء والأنبياء والرسل والشهداء والقديسين والسواح والعباد والنساك والمجاهدين والذين أرضوك بأعمالهم الصالحة منذ آدم إلى آخر الظهور ولك نسجد أيها السلوس القدوس الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الظهور آمين اشتركوا في القناة